كوكب مقابلة التاريخ المعروف باسم Prehistoric Planet أفضل عمل يتكلم عن الديناصورات بلا منازق دقة في المعلومات، جودة في التقديم، إبداع في أشكال الديناصورات أخيرا نزل الموسم الثاني منه والوصائق الرقع ده مكون من خمس حلقات وهنتكلم عنهم كلهم هنعرض أبرز الكائنات والمعلومات المثيرة اللي في كل حلقة والفيديو ده هيكون عن الحلقة الأولى فمن غير كلام كتير اديني الانترو علشان نخش بالفيديو على طول هنقسم الحلقة النصي النص الأول هنتكلم عن الكائنات النباتية والنص الثاني هنركز على المفترسين من الديناصورات النباتية اللي بتتميز بحجم صغيرة نسبيا يعني طول الجسم حوالي 4 متر والوزن في المتوسط 350 كيلو والمميز في الديناصور ده انه ممكن يوقف على أطرافه الخلفية يعني زي الحركة اللي بيعملها النمس وممكن يكون بيستخدم الحركة دي علشان يلاحظ لو فيه أي مفترسين حواليه في المنطقة الزراعية بس أكتر حاجة مميزة بالتيدي ثادرس هو المنقار المدب المنقار ده موجود في مقدمة الرأس بيتمايز بصلابة وحدة كبيرة وده بيسمح له بأكل أشد النباتات وكان بيعيش في العصر التبشيري في أوروبا بالأخص في إيطاليا حاليا ولما ظهروا في الحلقة كانوا بيحاولوا يهربوا من الحادسي كوبتريكس الترسور العملاق والحل الوحيد انهم يتوغلوا في الغابات طويل في الأشجار علشان يكونوا في أمان لكن الأطفال ما كانوش بيتمايزوا بسرعة كبيرة للهرب وأكيد ما بيمتلكوش الشجاعة الكافية إنهم يلتزموا الصمت في أماكنهم وده اللي بيخليهم فريسة سهلة سيموسوكس من الكائنات الغريبة جدا في الشكل ولا هو ديناصور ولا هو سحلية زي تنين كومودو ولا هو حتى تمساح لكن أقرب حاجة للسيموسوكس هو التمسيح فعلشان كده هو بيصنف من أشبه التمسيحيات وكان بيعيش في العصر التباشيري من حوالي 80 مليون سنة بس حجمه كان زغير جدا بالنسبة للتمسيح الحالية يعني تخيل طوله ما بيعدش الـ 75 سنتي بس السيموسوكس كان بيتميز بجسم مضرع ومخالب قوية المخالب كان بيستخدمها في حفر الأنفاء الزغيرة تحت الأرض طبعا عشان يستخبى فيها من المفترسين والجسم المضرع بيحميه في حالة إنه هو ملقيش مخبأ ثانية واحدة جيه وإحنا مش بنتكلم عن الكانات النباتية اللي جاب الكائن ده معاهم وهو من أقرباء التمسيح وأنا على حد علمي إن التمسيح لحيميني حلو أول السؤال ده عايز المشاهد السيموسوكس كان عليه جدل كبير في النقطة دي لكن العلماء افترضوا إنه هو بتغزع النباتات بسبب شكل فكه وحجمه الزغيرة وقالوا إنه هو ممكن يأكل الحشرات الصغيرة ولما ظهر السيموسوكس في الحلقة كان بيحاول يهرب من الماجينجو سورس فالقطيع ابتدى في الجاري للأنفاق اللي هم عملوه وبالفعل في أفراد كبيرة وصت للمخابة بسبب صلعتهم الكبيرة بس الغالبان دهوات ملحقش ده مش معناه إنه هو هيموت هو ما استسلمش وابتدى يستخدم أساليف دفعية غريبة جدا يعني مثلا ابتدى يطلع أصوات غريبة ويدرب برجليه في الأرض يمكن ينجح وكان بيحاول برضو يعرض ديله المفترس الغريبة بقى إنه هو نجح في تشتيت الماجينجو سورس وبعد كده استخبع لطلع من أكتر حاجات اللي عجبتني في الحلقة بصراحة إنه متكلموا عن الثاديات اللي زي الأضالة ثيريام لأن النوع ده من الثاديات المنقرضة كان كبير مقارنة بباقي الثاديات تخيل حجمه كان قد إيه خد الصدمة بقى طول جسمه ما بيعديش الـ 65 سنتين بس نتتغربش لأن الحجم ده فعلا كان كبير بالنسبة للثاديات في وقتها وده كان جزء هام في عدم انقرضه مع الديانسورات والمميز في النوع ده من الثاديات إنه كان بيبيض وبيرضع صغاره لبن عادي جدا وفيه كائنات في العصر الحالي بتعمل كده يعني عندك أكبر مثال وهو خلد الماء وعلشان الأم تحصل على طاقة لإنتاج اللبن كان لازم تتغذى كويس لكن البيئة اللي أم فيها خطيرة جدا في النهار فالأم تضطر أنها تتجول في الظلام للحصول على أي حاجة حتى لو بزور صغير أهل بزور دي بالنسبة لها مفيدة جدا لكن الأمر برضو ما كانش سهب نظرا إن الأدالة ثيريام مش بتتميز برؤية جيدة في الظلام وده ممكن يهدد حياتها في وجود مفترسين لائليين فالعيلة الجميلة دي قررت إنها تسيب المكان لأن الأم حسد بخطر كبير وبكده نقول خلصنا جزئينا المختص بأبرز الكائنات النباتية تعالوا نتعرف على أبرز المفترسين اللي في الحلقة الهادسي كوبتريكس من المتعرف أن الكيتس الكوتاليس هو أكبر ترسور حلق في السماء على مور التاريخ ودي حقيقة وزي ما تقول كده الهادسي كوبتريكس بيعتبر بعده على طول من حيث الحاج وبالفعل إحنا ذكرناه وهو بيهاجم تيدي ثادرس لكن الحلقة كانت بتركز على النقطة المهمين في الترسور دوت والنقطة الأولى هي كيفية نجاح الذكور في موسم التزاوج وفي الحقيقة الأمر كان بيبقى صعب وبيتمثل في كذا مرحلة يعني المرحلة الأولى هي تجهيز البيئة لإستقبال الأنثى وده كان بيحتاج مجهود بالأخص أنه ما كانش بيستخدم حاجة غير من أورو والمرحلة الثانية هي الصبر هتقولي لحد إمتى هقولك لحد ما الهنم تشرف يوم يومين اسبوع بعد كده هقوله روح يا ستا كده ما بيش أمل لكن الحمد لله الأنثى شرفت وده كان بينقلنا للمرحلة الثالثة وهي استعراض العضلات يعني بالبلد كده دلحة وفرفشها وإلا مش هتنكرشها وده كان بيتمثل في تقديم الفريسة اللي هو وصطاتها أو محاربة ذكر آخر أو أنه يدعيها للتقدم ناحيته ولما ترقص معايا بعد التعب ده كله يبقى كده هو في السليم والخطة فعلا نجاح النقطة الثانية اللي كانت بتنقشها الحلقة هي هل فعلا الهدسي كوبتريكس كان بيلجأ للصيد البري ولو آه إحنا عرفنا المعلومة دي إزاي الإجابة هي آه هو كان بيستطاد في البرية عادي جدا والمعلومة دي عرفناها من خلال افتراضات معينة يعني مثلا هو لو ما كانش بيستطاد في البرية وهيستطاد وهو طاير لازم يتميز بحرية كبيرة في الحركة وسرعة في تغيير الاتجاهات وده مش متوفر لأن حجمه كان كبير جدا وثانيا واحدة من الاستراتيجيات اللي ممكن يستخدمها هي الاستراتيجية دي هو بيفتح فكه في المياه واتحرك بسرعة كبيرة وكل اللي يجيبه ربنا كويس بس نظرا أن رأسه ضخمة الحركة دي ممكن تأدي إلى كسر لأبته خصوصا لو خبط في حاجة صلبة فدي كان الدلاء الهام على أن الهدسي كوبتريكس كان مقاتل بري جيد جدا الماجينجوسورس ديناصور بالفعل اتكلمنا عليه في فيديو أقوى الديناصورات المتوسطة في الحق لكنه من أبرز المفترسين اللي ظهروا في الحلقة فكان لازم نعرضه والأنسة ديني الماجينجوسورس كانت بتعاني جامد جدا في الاستيوت وده بسبب أنها بتمتلك عين مصابة أمامها فمثلا لما كانت بتهاجم للسيمو شوكاس بكل شهولة عرفوا أنهم يغربوا منها وفي جزء تالي أن الحلقة كانت بتحاول تصاد بالليل لكن نفس المشكلة وجهتها فأنا في اعتقادي أن لو هي كانت بكامل قوطها كانت أكيد ستعرف تتمكن من الفرائز بشكل أفضل ولو عايز تعرف معلومات اكتر عن الماجينجو هسيبلك فيديو توب 5 في الوصف ولو انت شوفتو يبقى اكيد انت عارف المعلومات بالفعل فمفيش دقيقة ان احنا نقرر الكلام اللي قلنا الانبروباتورز دينصرات لافتت انتباعي جدا وبصراع في الوهلة الاولى لما بسطت عليهم كنت معتقد ان هم فلوسي رابتر لكن اتضح ان هم نوع مختلف وطبعا واضح ان من المميزات هي الاستياد في مجموعات وده كان شيء اهم جدا بالنسبة لهم خضورا في البرية الباردة اللي هم متوجدين فيها هم قلت كانوا بيستخنوا جسمون كويس لكن العملاتي كانت بتحتاج لغزاء فكان لازم ينجاوا للصيد المتخفي والسلج هنا كان بيساعدهم جميل لان هم ماشيين صوت رجلهم ما كانت بيبقن والفريسة اللي استهدفوه في الحلقة حاجة كده على قدهم وهي المرسور وده ده ينصور نباتي صغير في الحلقة لكنه سريع جدا وممكن للحظة الاولى ان احنا نحكم بانتصار الامبروباتر ونقول انه ده فريسة زهلة جدا بالنسبة لهم وهما بيتفوقوا في العدد بس زي ما قلنا قبل كده اغنب الديانصورات المفترسة بتنجح بشكل ضئيل في عملات الاتصاد بتاعتها وعلى الرغم ان هم كانوا متخفين بشكل كويس لكن المرسور حسن وجلت باكبر سرعة وهم كانوا وراها مباشرة لكن خطأ واحد صغير ضمن فرصته في العصول على الفريسة ودي كانت ابرز الكائنات المفترسة اللي ظهرت في الحلقة وكان فيه كائنات تانية يعني زي المشيكا سور اللي بيتماز بحاجهم صغير لكن عنده صورة كبيرة وفك كويس وكمان كان فيه واحد من الثعبين المنقردة وهي ماتسوية حاجة كده زي تايتانو جوه لكن على اصغر طولها كان حوالي سبعة ونص متر وكانت بتوصل الفرقص لحد ما يجيبوا اخرهم وبالمناسبة ماتسوية اثرت المشيكا سور في الحلقة تخيل المفترس اصبح فريسا وبكده كل خلصنا فيديو النهاردة واتمنى تكونوا استمتعتون ولو لديت دعم كبير هننزل الحلقة التانية في اسرع وقت كان معاكم جيو واشوفكم في فيديو جديد سلام